السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة نسي سار امريم كانت مننا تكونوا على خير وباخير انتم ما كتشاهدوا الفيديو ديالي وتكونوا في احسن الاحوال وبسحة جيدة وفيديو جديد وفي هذا الفيديو جيتني شارك معكم طلبية مزروبة اللي جاتني في اخر لحظة وشاركتها معكم كيف كتشوفوا غادي نخدم في هات طلبية هذه غريبة بثلاثة ديالنكهات كتجي خطيرة لبناس في المضاق كتجي معلكة وهشيشة كتدف الفم اقتصادية في مكوناتها وكسعتين اسبوب كتفسها وكذلك غضي نشارك معكم مونة إلساني كل ديالنابسESE بالذي سابلي اللي guerraقيين في المنظر Dominar والذي في الماثاق الضعيم الت عمت لذيذ upcoming غضي نشاركم معكم جوش كمية للتعليكات اللي خاطيرين وكذلك غضي نشارك معكم في نفس الفيديو اعجينة الشوكولاتة هذه الحقوم ogni oysters سيكون حاجة شامل كامل في في جميع أشياء اللي غضي ستحتاجوا وatchedش في هذا الفيتو 가격 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اضعوا اول سابلي سوف نضيفه بالعجينة الشوكولاتة و سكر سنيدة و سكر سقيل و سكر سنيدة في جميع الحلويات دائما نختار السنيدة التي تكون رقيقة بسف من النوع الجيد والذي تخدمون بها جيدة سوف نحتاج زيت نباتية بجوج حبات البيض بدرجة حرارة المطبخ 60 جرام اللوز اللي حمرته بالقشرة و طحنته 60 جرام بودرة حليب تهول محمر 250 جرام زبدة نباتية ساشي ديال فلون بنكهة ديال الكراميل قبيسة على الملحة و عندي هنا الدقيق سوف نقول لكم في الاخير سوف نضيفه هنا من بعد ما كملت معكم جميع المكونات سوف نضيفه فيها 250 جرام زبدة نباتية و سوف تكون دائما واخدها درجة حرارة المطبخ باش هكا كتسهل لنا نخدمون بغيث السابلي ضفت عليها كاس سكر سانيدة و كاس سكر سقيل و قبيسة على الملحة البنات انا خلطت هنا سكر سقيل مع سكر سانيدة باش كنحصل له له حد سابلي اللي كي يكون تري و مقرمش في نفس الوقت هنا خدمت المكونات مزيان حتى نساجموا و ضفت عليهم كاس إلا ربع ديال زيت نباتية و كنحاول نخدم المرة الثانية و كنأكد عليكم البنات دائما لبغيتوا السابلي تاعكم يجي معكم ناجح و ما يعواش لكم و ما يتغيش لي الشكل تاعه فكل مكوناتا و حقه يعني كل مكونات درتوه حاولوا تخدموه و ادلكوه مزيان لأن السابلي اللي كنديرو فيه دقيق سابلي كنحبس و ادلك نهائيا فهكا حاولوا تخدمو المكونات الاولى مزيان هنا ضفت جوج حبة تاع البيض و عاود تخلطت مزيان حتى نستاجمو ليه جميع المكونات و ضفت عليهم هنا بودرة حليب الدور تاع الحليب بودرة محمرة البنات هنا كي يعطينا اللون و كي يعطينا المطاق هائل و ضفت عليهم هنا 10 قرم تاع لوز و ساشي ديال الفلون و بنكها تاع الكراميل سوف يو غدي ندوز نخلط جميع المكونات و غدي نخدمهم لنخدمهم مزيان البنات كنأكد عليكم هنا دلكوهم مزيان و خدموهم كيف ما بغيتو لانا كيف ما كانوا نضيفوا دقيق صافي كانوا نخدموه غير بالاصابع تاعنا كنحاولوها كنجمعو الصابلي غير باطراف الاصابع كنحبسو دليك نهائيا هكا باش كتحافظو على الصابلي ساعكم كيف تليكم اللي كان دخلو الفران ما كيعواش و ما كيتقلش و ما كيتنفخش نهائيا بزافة اخوات كيقولك بان الصابلي كيف ما كيدخلو لطل الفران كي بدك يتكمش او كيعواش ديهم فتسبعوا لبنات هالطريقة اللي اعطيتكم هاد المقادر مدبوطة و هاد النصائح اللي شاركت معاكم و مكنوا متأكدين غاديلت حصلو على صابلي اللي ناجح و عمرو ما يحشمكم صافي هنا بعد ما دفت كمية سعى دقيق حصلت على العجينة اللي كتكون رطبة و خفيفة ولكن ما كتتلسقش باليد كيف كتشوفو ما كتبقاش كتلسق و في نفس الوقت رهي او حد العجينة اللي تريه و رطبة بنيدية صافي هنا حاوت نقسمها على ربعا ديال الكورايات كل الكوراية غادي نغطيها بالبلسيك الغذائي و غادي نبسطها معاك واحد شوية و ندخلها من تلاجة باش كيرتاحوا لي واحد مدة سعى 30 دقيقة و ندوز باش نخدم معاكم الصابلي او نقطع الصابلي ديالنا و هنا بعد ما مرة ثلاثين دقيقة غادي ناخد الكورا الأولى و غادي ندير هاجمه بين جوج المرقات ديال الورق الخاص بالطبخة او غير بلاستيك عادي سافي و غادي نطلقهم هكا بدل لك نحاول نطلق الجينة تكون رقيقة لان تصابلي هذا غادي نلسقه واحدة مع واحدة فخص يكون رقيق بزيف و هناك صاريت انا هاد طابع هادا هو اللي غادي نقطع به بناسبل هاد طابع البنات راح تعمل ديالو غير 8 درهم و متوفر في الاسواق بكثرة سافي كنحاول ها كرى الشمس صاردي داعي غير هاد المطبع البنات كل مرة ده وزوف شوية عد دقيق باش هكا ما يلسقش ديكم سافي و من بعد راكي بدي قطع بكل سهولة يعني ما كيعد احطركمش نهائيا و كيجي له هاد الشكل هادا انا غادي نستمر حتى غادي نكمل كيمية اللي عندي سعى العجينة كاملة بالنسبة لي هنا البنات انا كلها هادا قطعتها بهاد الوردة انتوما ممكن تديروا النصب الوردة و تديروا النصب حتى هاني تقطعوه غير يعني غير بالطابع بلا وردة ف هكا كيجي سهل اكثر انا بغيت تحتمل لن لسق الصابلي يجيني تزيين حتى من تحت هنا بعدما طاب الصابلي تعيد فران يكون سخون مزيان و تديروه على درجة حرارة 150 باش هكا الصابلي كيطبع على خاطره و يجيني مقرمش قد ما مهلته النار كيجي السابلي مقرمش و يكون هادا هو الشكل تاعهم بعدما طيبته مما يتغيرش نهائيا مما يتكمش لي البناس مما يتنفخ مما يعواج موالو كيف كتشوفو هنا غادي نجمع في واحد البوطة و ندوز باش نخدم معكم الصابلي الثاني بالنسبة للمقادير الصابلي الثاني اللي غنشارك معاكم غادي نحتاجوا لي كاس مع مرش دي السكر سقيل و كاس مع مرش دي السكر سانيدة و دائما كن اكد عليكم السانيدة تكون رقيقة باش هكا كتجيكم زوينة في الحلوة غادي نحتاجوا كاس عامر دي الزيت و كاس عامر دي الكوك او جوز الهند اللي حتى هو حمرته غادي نحتاجوا مئتين وخمسين جرام تاع الزبدة نباتية معلقة كبيرة تاع الغليغوز و قبيصة تاع الملحة غادي نحتاجوا نكهة دي الناطا و ساشي تاع الفاني و جوج بيضات بيكونوا بدرجة حرارة المطبخ بالنسبة لبنات النكهة على الناطا را متوفرة في الأسواق بكثرة راكي ما عدا الناس اللي كي بيعوا الحلويات هاد الحكيه كاده راكي دير غير خمسة دراهم و كتعطي واحد المادا قزوين في الصابلي هنا غادي ناخد هاد زلافة غادي ندير فيها مئتين وخمسين جرام تاع الزبدة و دائما الزبدة كتكون واخدة درجة حرارة المطبخ كاس سكر سانيدة و كاس سكر سقيل دائما انا كي يجبني ندير هاد المزيج ما بين سكر سقيل و سكر سانيدة لانه فعلا كي يجينا السابلي تريه شيش كيدو في الفم و في نفس الوقت كينا تقرميشها اللي كان اللي كان بغي واكف سابلي سفي ضفت عليهم هنا قبيسة عن الملحة و غادي نخدم بيدي جميع المكونات مزيان كي نحاول نخدمهم مزيان حتى ينساج مليا و كي تبقى هذيك الزبدة كتتدوب لي مع داك السكر يعني ما كيبقاش بحوبيبات في الزبدة نهائيا هنا قندفع لها كاسة الزيت و كنعاود نخدم و كنمزج جميع المكونات مزيان و غادي ندفع لهم جوج حبات على البيت كذلك و كيف قد لكم كل مكوين كان اعطي حقه و كان خدمو مزيان حتى ينساج مليا مع المكونات الأخرى و ضفت عليها هنا كأس على الكوك او جوز الهيند المحمر و معلقة كبيرة تعلق القليغوز و الضوء على القليغوز هناك اضطينا واحد للقرمشة و التعدي كف السابلي و ضفت عليهم حتى نكهات عن ناطا و خلط جميع المكونات حتى حصلت على كريمة بهذا الشكل و هناك نضيف الدقيق بشوية بشوية دائما البنات الدقيق كنحاولو من كتروهش كنقونا خدموه بشوية بشوية و احنا كنجمعو الصابلي غير بالأصابيع تاهم كنأكد عليها البنات اللي كيعواجدهم الصابلي او ما كنجحش معاهم في الفران دائما خدموا المكونات الأولى مزيان و من بعد ما كتضيفوا الدقيق سافين سود ليك نهائيا غير بالأطراف الأصابيع تاهم جمعوا العجينات هكذا تحصلوا على العجينات اللي كتكون دائما رطبة و ما كتلصقش باليات تعنى بهذا الشكل هذا بالنسبة لهذه العجينات غدي نجمعها كاملة و غدي نبسطها هكا وسط البلاستيك الغذائي و صافية غدي نغطع لها و ندخلها للتلاجة ترتاح على الأقل 31 دقيقة بالنسبة لي انا هذي خليتها واحد ربوع ساعة صعر في يعني البنات و قد استخدمتها كيف كنت لكم لان لي مزروبة بها نتو ما نعطيكم الوقت تخليوا العجينات على الصعب اللي قد ما خليتوها كتعطيكم نتيجة أحسن بعد ما رسنا كندير العجينات بالليل و كان طيبة حتى الغد في الصباح فكتعتني نتيجة اللي يزوينا و إلا ما كتش مزروبة بها إلا كتش مزروبة البنات فكندير هالطريقة و كنخدمها بكل سرعة صافي هنا بعد ما خليتها 15 دقيقة خليتوا حد الجزء منها و تلقصوها كبين جوج دير الورقات و هنا غادي ناخد هاد الحصيرة البنات هادي اللي كتبع بثميات عدرها مرة متوفرة سهية في الأسواق بالنسبة لي أنا هادي درتها لي كرقيقة ما درتش لي كالغليظة هاد رقيقة لبنات كتعطينا واحد صابلي نفس صابلي اللي كنحطوه على سيلبات البنات اللي ما متوفرينش عليها على سيلبات عندهم في الدار فاديلو غير هالطريقة اللي كندير انا كتعطيني نفس الشكل تماما كيف كتشوفو كيجي واحد الكاروات اللي هما صغي ورين في الصابلي تانا درس هنا ببنات واحد طابع في الأول كيف كتشوفو دائري ديال دلط طابع كيف كتلكم دائري ديال و هي هو اللي كسغدين دير ولكن ما ما اجبنيش لأنه كيبقا كي تلصق لي صراحة طابع هذا البنات فيه جوج ديال الاشكال فيها فيها يعني فيه جوج ديال الكاريتلي لانا خديس يمكنها ديالعيانا ما كتبعش لي ما قطعش ليها كم زيان صافي حيتو و عاود تبدلت درس هاد طابع هذا حسا هو اللي كيجيزوين في المنظر ساعو نقطع الكمية و نقطع الكمية نقطع الكمية نكمل العجينة نضيفها في اللاطة نقطع الكمية نضيفها على درجة حرارة 150 سوف ندخل الصابلي سوف نضيفها عجينة شوكولات 150 جرام سكر 150 جرام شوكولات شوكولات تضيفها نضيفها سوف نحتاج معرقة كبيرة و نحتاج ورقة الجيلاتين نرطبها الجيلاتين بارد سوف نضيفها و نضيفها و نضيفها 250 جرام شوكولات يجب أن اضيفها تضيفها تضيفها ثم تضيفها جرام يجب ثقة затем نضيفها حتى نضيفها جيلاتين ثقافة بالماء حتى نضيفها سوف نضيف السكر جلسي قليلا ونحرك حتى يبرد يد الخالج سوف نكمل طريقة سوف نضيف السكر سوف نضيف سكر حتى يبرد سوف نضيف السكر سوف نضيف السكر حتى يدخلت 150 جرام كاملة طريقتها سهلة و تتلع اقتصادها من خلال و تكون ناجحة و تكون بنية eliyna ثلاثي سوف نضيف الضوء سوف نضيف السكر سوف نضيف ضيف سكر كامل عبودة الكاكاو وسكر نضيف الكاكاو سوف نضيف السكر السكر وضيف يبقى نضيف السكر المترجم بأن نضيفة الفيديو ثم نقطعها نضيفة المترجم و نضيفة التمواصيل و نضيفة الزمز نصل على المترجم و نجمع بشوكولات و نضيفة المترجم و نضيفة المترجم لنشاركة المترجم و نسف كمس لنسف كامل مع جج ملائية الضجان يضع الامر auf 3-3% ما يضع الامر اضع الكراميل اضع الكراميل كم ساعد الصفن اضع الكراميل بقعت طويللا سوف نشارك معكم الثلسقة الثانية سوف نحتاج جوج ياغورت شوكولات سوف نحتاج فى زبدة و زبدة و سكر ساندة و سوف نحتاج فى شوكولاتة و سوف نحتاج فى شوكولاتة سوف ندوى فى 100 جرم ساندة حتى يكون لديك كرامل كما نحرك لديك كرامل سوف نضيف فى جوج ياغورت سوف نضيف فى شوكولاتة سوف نضيف فى زبدة 40 جرم و نضيف فى شوكولاتة سوف نحرك حتى نضيف فى خليطة سوف نضيف فى شوكولاتة سوف نشارك معكم سوف نتشكرها لكم لانها فعلا تجي خطيرة عندها عدة استعمالات كثيرة و سوف نشارك معكم فى شوكولاتة سوف نستعملها بثير حواج و خطير خصوصا فى السابري سوف نضيف فى السابري سوف نضيف فى جوج سوف ندفض لها السابري سوف نحمر سوف نستعمل نضيف فى السابر سوف نضيف فى خليطige وال المراب ثم سوف نضيف فى السابري تزيين البناز كيبقى اختياري ممكن تديرو شوكولاتا فرميسير ممكن تديرو الفويتين ممكن تديرو اللوز كونكاسي يعني على حساب اللي بغيتو يعني ما تقيدوش بحد تزيين اللي درت معاكم اما شوفوا غير طريقة اللي درتليكم اما تزيين فكيبقى اختياري كل واحد كيدير اللي بغى سافي غادي نستمر بنفس طريقة كل اللي احبا كنحطها في الخاليط تعنا باج اول غريغوز او كنعاود ندوزها في اللوز افلي اللي كان حمرته وكتليكم ضروري ما كان نهرسوها كغير باليد تعنا باشها كما يبقوش لحبات كبار سوف نكمل الكمية اللي عندي كاملة وهنا غادي ندوز باش غادي ندير تعليكا كيف كتشوفوا البناز اللي بقى عندي دافيا يعني زربت عليها مخلساش حتى بردات وقد ما كتبرد كتجيب معلكا كتجيب حل المسكة كتجيب بنينة في المعداق كنحاول ننزل واحد مع القصغيرة في كل حبات الصابلي وكننغطي عليها بالصابلي الأخرى اللي درت فيها اللوز افلي وكيكون هذا هو التزيين تاعه او الفينيسيو ديال هاد الصابلي تاعي كي يجي ساهل وراقي في نفس الوقت وما دقة البنات من قوش ليكم خطير دياله كي يجي بنين بزاف ومقرر مش من من الداخل وكي يجي هكا كيدوف الفم سوف نستمر بنفس طريقة حتى نكمل الكمية اللي عندي كاملة ومن بعد ما كملت زيين ديال الصابلي اللي عندي كاملة البنات غدي ندوز هنا باش غدي نشارك معكم غريبة لكي يلقيكم غريبة الاقتصادية بثلاثة ديال النكاهات غدي نحتاجوا لها 375 قرام تاع الكوك او جوز الهند سوف نحتاجوا كاس سكر سانيدة كاس الفورس وكاس زيت كاس فورس كاس زيت كاس سانيدة 375 قرام تاع الكوك او جوز الهند كاس جوز حبات البيض وجوز خمارات من وزن 8 جرام ونحتاجوا بالنسبة لها الناكهات كاس جوز على الفاني وانكهات للشوكولاتة ونحتاجوا معلقة كبيرة تعبود لها الكاكاو وقبيسة لها الملحة نضيف الصل اليوم الكوك او جوز الهند كمية بكمية البنات نضيف القيص على كوك او جوز الهند كمية بكمية البنات اضعوا العبار من المدير والكامل لان كي الكوك الليلة هناك كيف كتشوفوا العجينة ربقها عندي مرخوفة فاقسمتها على ثلاثة لاني غدي نحتاجوا ثلاثة عن نكهات قسمتها على ثلاثة بالنسبة انها الأولى ترس فيها معلقة كبيرة تعبدوا للكاكاو ومعلقة صغيرة تعبدوا للشوكولاتة كتجزوينها ده غريبة البنات اخير ستضقوني جربوها ورافيت لي منزلها في القناة رديرها في فيديو خاص هنا كنخلط جميع مكونات ونضيف في الكوك بشوية بشوية حتى نحصل على جينة اللي كتكون متماسكة لا تقصحوها لان الكوك من اللي يدخل الفران يزيد يتشرب ونحن نبغي واحد غريبة اللي كتكون لطباق ومعلقة اللي كما تكونش قاسحة فما تقصحوها هنا بالنسبة انها الثانية فنضيف البيستاش كذلك نضيف واحد نصف معلقة ونضيف واحد الكيميات على الكوك لكي نحاول نجمع الجينة بلنسبة لها الأول بلنسبة لها اللي خرجني فجاني خفيف نضيف واحد شوية من نكهة لكي نحصل على هذا الخضر او اللي يكون هكا مغلوق بهذا الشكل هذا ونضيف الجزء الثالث اللي سأضيف لها هذا الفاني ونضيف لي واحد الكيميات على الكوك كيف ستشوفه معي لبناء 375 جرام قدتني في هذا المقادر قد مشطش الكوك نهائيا قد حصلت هنا على ثلاثة الأنواع تاع الغريبة قد نحتاجه هنا عندي سكر جلاسي اللي كيكون ممتاز يعني النوعية اللي كي تكون ممتازة وهو اللي غاد نفند في الحلوة تاعتي وعندي هنا الماورد البناك الماورد دي القلعة تمكونا كنحاولها كندهن به يتاعي وكنكور الغريبة تاعتي بهذا الشكل هذا حتى نكمل هذه الكيميات اللي عندي كاملة من بعد غادي ندوزها في سكر جلاسي سبيسيال وكن منذها كنفن الغريبة تاعتي كاملة من الفوق ومن تحت وكن حاول نزو حد كمية تاع السكر ونديرها من الفوق سافي وكنننزل في اللاطة عيت البنات مشكل لكم في الغريبة لأن فعلا أنا كتحمقني وكن منتضوقها عندي كتعجبوه وحتى صاحبتي اللي بغاتت الحليوات هادو حتى هي ضقتها عندي في زيادة ديال بنتي آراء وعجبتها بزاف لأن فعلا كانت جزويين البنات بنفس طريقة غادي نخدم حتى هذا الجوز أدال اللي نكهته بالبيستاج حتى هو دائما كندير لي التاعي في الماورد وكننحط الكويرات حتى نكمل وكندوزمها كف سكر جلاسي سبيسيال وكننحط العجينة تاعتي في اللاطة أو الغريبة في اللاطة بالنسبة للفران البنات خاص يكون سخون سخون السحل والتطائب وبعد ندخل اللاطة نوم مع القليل بحضر من الفران بحضر من زوجها والعافية تكون مهيلة يوجد تشقق من الغريبة كيف ترى مدرسة في اللاطة كيف يحاول نبسطها في الهاتف غير هذه كيفية been fat ندخل للتطائب ودخلت الفران بحضر مهيلة وكيف تكون العافية من الفوق ترة الغريبة الغريبة تكون من الفوق و مهيلة بعدما تكون هذا الوش كنت على النهائي تجي رائعة في المنظر و خطيرة في المدق من أرواع الغريبة تجي بلاسات عنك اقتصادية و هذه المكونات مكونات بسيطة لأنها تكون شيشة بسيطة سوف نجمعها في البواطة سوف نستفل حلوة في البواطة سوف نجمعها كاملة سوف نعبرها معكم و نريكم هذه المقادر ما خرجت لي بالضبط الغريبة المقادر الغريبة اضعتني كيلو قد قد الغريبة لكيلو و خمسين جرام المقادر الغريبة المقادر بسيطة نبيعها بسيطة المو 3000 درهم المقادر الغريبة سنَضن جابة 500 درهما المقبل الرغم الاساسى السابلي ت часто مقادر الغريبة ب Erin حتى 130 درهم. هذا هو الثامن دياله البنات. هذي هي الطلبية تعطيه كذلك ديكم. طلبية اللي هي مزروبة حريوة اللي كيجيون قيين وراقين ولدات بزف. كنت من هذيها فيديوين الاعجاب ديالكم وتشاركوه مع احبابكم والاصدقاء تعكم وفي مواقع التواصل لتعم الفائدة. وما تنسونيش من الدعم ديالكم. آآ نخليكم في امن الله الى فيديو اخر ان شاء الله. ودومتم في رعاية الله. اشتركوا في القناة